أعلم بكم مجددا بكتور بازي أهلا وسهلا فيك أعلم بكم نحنا كمان استاذ شورج رح نفوض ضغر بموضوع الساعة موضوع الشغل اللبنانيين شغل مالك الشاشات والساحات والتنظيرات والاستنتاجات والتحليلات إلى ما هناك اجتمع اللجنة الوزرية بارح كان غلب عليه طابع المجاملة أكتر ما غلب عليه طابع الجد والمنائش اللي لأنه واضح أنه الرئيس الحريري من خلال هذا الاجتماع طبعا تحيي لك ولمشاهدين أهلا وسهلا فيك بده يقول أن حكومته تأدي دور المطلوب الوظيفة الذي أصلا ولدت لأجله وهو السعي لإيجاد قانون انتخاب وتأمين إجراء الانتخابات النيابية على أساس هذا تاني اجتماع تعقده اللجنة المكلفة أنت تقول أن طابع المجاملات العامة والصورة وتنوع الأفريقاء الموجودين هو المطلوب لكن واضح أنه تحقيق إنجاز في هذا المجال مش ساحة الحكومة بكل أسف هي اللي عم تشهد الحراك الحقيقي واللي مفروض تشهده لتحقيق هذا الإنجاز لأنه المهم الأولى والأخيري مفروض أنه موكلي إلى الحكومة والأمل بالتوصل إلى قانون يبقى في الغرف المغلقة وفي خلفية المشهد وليس أمام الإعلام وفي اللجان المعلنين ليش أمام الإعلام والليجان المعلنين عم يعملوا عم يعملوا والقانون يعني سر لا يجب أن يعقمها بأنه هي رح يعلن بكل بساطة هل هو هذا دليل دليل عدم وصول إلى اتفاق أنه الكلام أنه ما بدنا نعلن يعني مش أدرين يتوصلوا إلى اتفاق هو لأنه يمكن بهكي نوع من اللجان ذات الطابع الرسمي كل طرف رح يبقى قدام الآخرين متمسك بموقفه ومتمسك بوجهة نظره حط القيل الحاسب الخاصة فيه وعم يحسب عدد نوابه ربطا بكل قانون وبالتالي إذا بدك تراهن على تنازلات حقيقة وتاريخنا نحن السياسي الحديث أستاذ جورج بكل العناوين الكبير اللي كنا نعيشها كانت قاعدة الكولسة تربح بالإنجاز على قاعدة الساحات المختصة بالإنجاز لذلك كان يحدث الإنجاز جانبا ثم يؤتى به إلى الساحة المعنية فقط لكي تكون هذه الساحة هي ساحة تظهير لا أكثر ولا أقل هلأ نحن لأنه هلأد متلهفين على هذا الأمر ولأنه بنى الإنجاز بغض النظر عن المكان الذي يمكن أن ينجز فيه نحن أبلانين يا سيدي أنه الأمر يصير بالغرف المغلقة وبساحات التشاور غير المعلن ليش؟ لأنه اللي بدوا يقدم تنازل إستاذ جورج يمكن أهون عليه أن يتنازل خارج الأضواء والساحات العامة وأن تكون الظلمة وسيلة لحفظ الكرامات وبالتالي لدفع الآخرين إلى التساوي بتقديم التنازلات بارح الاجتماع كان تقديم ناقش أفكار وهواجس أكثر ما مقترحات أساسية حقيقية وحكيوا بالغاية الطائفية السياسية ومجلس الشيوخ وهواجس لدى الأطراف وفضل عن الصوت التفضيل وكلها أمور مرتة مرتة تقومين بأمور كثيرة والمطلوب واحد المطلوب أنون انتخاب عم نخلط شعبان برمضان وزايد بعمر وهي دول اللي كله نساوي هيدا تعبير عن الأزمة تعبير عن الأزمة طيب على رأسه والوزير جبران بسير بارح كان صامت أو بالأحرى ما كان متفاعل وهو بس يكون موجود بيملد دنيا تفاعل بارح كان قاعد غير متفاعل كان عم بيسمع حتى قال ما عم بيأيد على ورقة أنا عم بقرأ هون إنه حتى ما كان عم بيأيد على ورقة دليل شو هذا هيدا أنا برأيي أنا مش عم بيأخذ نطيت هو عمل محاولات سيد جوريش في قول مشهور لإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من عمل وأخطأ فله أجر ومن عمل وأصاب فله أجران هو يسجل لإله تميزا عن باقي للآخرين إنه بذل جهود وضع على الطاولة كثير من مشاريع الأوانين هلأ استثارت ردود فعل وأجهز على بعض من هذه المشاريع هذا أمر طبيعي في ظل الحلب الموجودة قد يكون صمته اللي أنت عم تحكي عنه مبارح هو يعني أسلوب جديد من المقاربة يستفاد من تجربة الماضي وعم بيحاول يترك للآخرين المحاولة والقدرة على طرح أمور جدية تشكل جسور للتوصل إلى أنون اليوم الأخبار حطين بسيل أربعة شو معناتها؟ إنه قد يكون هناك هذا بنائة الجاوية اللي محطوط هنا إنه ما فيه تفاعل أصلا إذا هو يريد يطرح مشروع رابع أكيد مش رح يطرحه برأيي بهذه اللجنة وهو الذي يعرف جيدا أين يمكن أن يطرح لكن واضح إنه فيه طرح أساسي الآن يتمحور حاول مرتكز شبه متفق عليه إنه سيكون هناك قانون انتخاب على أساس النسبية والدوائر الموسعة يقترب من مشروع حكومة الرئيس مئاتي ويكون مقرونا بالصوت التفضيلي هلأ مسألة الصوت التفضيلي على أساس طائفي أم غير طائفي على أساس قضاء أم محافظة هي خاض على النقاش إضافة إلى موضوع مجلس الشيوخ لبرأيي أنا يمكن بالنهاية نتيجة التعييدات المصاحبة لهذا الطرح إنه يكون مستبعد كخيار شريك لقانون الانتخاب باللحظة الحالية في وجهة نظر تانية بتقول لا أستاذ جورج إنه لا رح يكون هناك مجلس شيوخ وهناك التزام أيضا بأنه أول مجلس نيابي منتخب على أساس القيد غير الطائفي يكون فيه مبدأ المناصفي مراعى بشكل أو بآخر وهذا تنعشت أنا وياك فيه بالكواليس من يومين بالكواليس بس من دون من دون ما يكون فيه لا لا إلي ولا لا إليك يكون فيه قرار بهذا النقطة بالنهاية خليني أرجع أنا وياك لموضوع التنازلات عم تقول حضرتك دكتور بازي تنازلات شو هي التنازلات شو يعني التنازلات خلينا نحدد للناس مفهوم ومعادلة التنازلات شو يعني التنازلات أولا أنا بدي أرجع للخطاب الأخير لسماحة السيد حسن نصر الله ولموقف فخامة رئيس الجمهورية بالأمس أنا برأيي أنه صحيح مسألة الآنون السيد جورج هي مسألة وجودية مصيرية للبنانيين وإذا بترجع للتاريخ السياسي الحديث للبنان دايما أنون الانتخاب كان يعبر عن التوازنات السياسية التي تحكم اللحظة الحالية بالبلد لذلك لأنه هلقد اللحظة مطيفة وممذهبة ولأنه نحن عم نحكي عن مكونات ما عم نحكي عن أحزاب وعن شخصيات المطلوب أنه كل طرف من الأطراف المعنية يتنازل عن حساباته الشخصية أو عما يراه شأن مصيري لإله ربطا بعدد النواب اللي ممكن يحصلوا أو بالامتيازات اللي ممكن يحافظ عليها وأن نذهب إما إلى معادلة خاسر 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 لكل الأطراف والخسارة طبقا نسبية أو معادلة رابح 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 ويكون الربح بالحد الأدنى الذي يجعل كل الأطراف راضي هذا ببساطة شديدة مبدأ التنازلات هو أن نتلاقى في منتصف الطريق أني أنا أتخلى عن أمر أساسي متمسك فيه مقابل أنك أنت تتخلى عن أمر أساسي أنت متمسك فيه وهذه أيضا قاعدة الحوار وقاعدة الديمقراطية التوافقية التي تحكم بكل أسف قواعد التعاطي بين الطوائف بلبنان بهذه اللحظة الخطيرة من تاريخ المنطقة دكتور بزي بحكومة الرئيس مئاتي حزب الله قتل حاله يمرأ الحكومة وتمشي وتنازل عن وزير شيعي وهيك نازل عن وزير شيعي عطاهم للسنة كان دائما أولين الانتخاب مع الاحترام لوليد بيك من أيام السوريين وما بعد السوريين وهي ده تنعمل لمراعاته ولا هيدا مبارح بيطلع بجارية الأخبار بيقول أنا أخذت وعد من الأخوة بالشام بمجلس الشيوخ ومن الرئيس الحريري الله يرحم ترابه أنا أخذت وعد صار يعتد بالسوريين بمجلس الشيوخ بس منلعن أبوهن من بعد ما منتخانق معهم خليني خليني ها أول نقطة يعني السوري منيح بس يعطيك وعد لمجلس الشيوخ والسوري مش منيح لأنه بديت عطا معه بقصة النازحين السوريين لأكلوا البلد حزب الله تنازل حزب الله دايما بيتنازل وحزب الله عنده شغل لأنه عندما يربح المعركة يتصرف كخاسر وها معروفة عنه حزب الله ما في أنجح منه سراتيجيا وعسكريا وما في أرجل منه بالأرض بالسياسة بتلاقي أوقات عزرا للتعبير مع محبتي لقلهم الشباب وبيعرفوا أنه من دوم مجاملي ولا تملق بالسياسة مش كتير هالأد الزابط طمعون يعني طيب بيتنازلوا لهون ولهون ولهون طيب لماذا المسيحي وكمان بعتذر على التعبير بس بقولوا بصراحة ومن دون أي التلطي وراء الأصابيع طيب حتى لو المسيحي عم بغالي هلأ شوي صغيري بنظرهم بالمطالب تبعيده في ناس كتير غالوا وتكبروا وتجبروا ما هيك بمرحلة سابعة طيب لماذا هلأ بدك ترجموا للمسيحي وتصلبوا كل ما صار شي نرجع نتبه نحن وقفنا العد بالمناصف خير ما حدا يربحنا مني بالمناصف نبسيحيين أساس هذا البلد وما أحدا يربحهم مني بشي كانوا عشر زلم ولا عشر ملايين زلم يبقى خلصونا بقى من هالمعادلة جايوا ابني عليها بس أنا بدي منك شغل مش مطلوب أبدا أنه يعني نقول أنه هذا الخطاب المسيحي اللي عم يتهم بالغلو أنه ناخذوا محمل سيء أنا برأيي حتى حكي وليد جومبلاط للأخبار مع حفظ الألقاب منيح أنه يرجع فيه لحسنات السوريين أنا بتضره منها الزاوية سيد جورج لأنه هذا بيأشر إن شاء الله أنه هذا بداية تسليم بحسنات قادمة للسوريين بخطابه إذا أحسننا تفسير الرسالة بهالطريقة خاصة أنه سوريا والمنطقة الآن قادمة على تحولات كبرى وفيه مشاريع فدرالي وفيه مشاريع تقصيم أنا مش عم بحكي عن غلوب الخطاب المسيحي ما قدر معمقول أن المطلوب الآن أن يكون الخطاب وطني وليس طائفي ومذهبي وهذا لا ينسحب فقط على المسيحيين بل ينسحب على الجميع لكن يمكن الفرق سيد جورج أنه المسيحي معدبر الآن وكما ورد بكلام فخامة الرئيس بالأمس أنه في حقوق يجب أن تستعاد أنا هذا الأمر سبق وتبنيته بعشرات المقابلات معك وبالإعلام اللبناني على مدى سنوات علما أنه إيماني وقناعتي سيد جورج أنا أنه فخامة الرئيس هو قبل أن يكون مسيحي وقبل أن يكون وطني هو حالي وهذه الحالي حتى تتجاوز خصوصية موقعه الرئاسي وبالتالي هو محط أمال جمهور كبير وواسع من اللبنانيين أنا أريد أن أذكر سيد جورج على مدى 11 سنة من تاريخ ورقة التفاهم بن حزب الله والطيار الوطني الحر راكم الرئيس عون حالي جماهيري كبير عابري للطوائف خاض وإياها معارك ومحطات وانتصارات وهو لا زال معني وسيبقى معنيا بالحفاظ على هذه الجماهيرية الواسعة طبعا يمكن طبعا تدوير الزوايا بأنه هناك حالة ظلم كان قد تعرض لها الواقع المسيحي ما بعد اتفاق الطائف لكن أنا برأيي أيضا سيد جورج أنه هذه الطبقة العالية من الحد ومن المصطلحات المذهبية قد لا تخدم لا واقع البلد ولا واقع المسيحيين ولا واقع المنطقة اللي نحن عم نعيشه وأنا عم يلفتني من موقعي كمراقبة سيد جورج أنه كثير من الأقلام في السلطة الرابعة عم بتوجه كتب مفتوحة لفخامة الرئيس منهم الاستاذ إبراهيم الأمين وغيرهم كثيرين أنا أيضا بمحمل إيجابي أنه هذا دليل أنه فخامة الرئيس هو محط الأمال ومحط الأنظار وهذا أمر لا جدالة ولا مساومة عليه تصور أنه الراحل فؤاد شهاب أستاذ جورج لشكل نعلي نوعية بسياء الجمهورية ما بعد الاستقلال أو ما يسمى بالجمهورية الأولى لأنه راح على مأسسة العلاقة داخل الدولة لازال حتى الآن يذكر التاريخ بهذه الأحرف المضيئة الرئيس لحود أيضا بموضوع التحرير وإخراج العدو الإسرائيلي من الأرض هو علامة مضيئة وميشيل عون بنفس هذا السياق سيكون وهو علامة مضيئة في إطار الشراكة في إطار الانفتاع على الآخر في إطار نقل الخطاب المسيحي نقل تاريخي ونوعي نحو المدى الأوسع نحو المشرقي نحو التفاعل والتحالف مع المقاومة من هذا المنطلع سيد جورج نحن نعول ونأمل وسنراهن دائما على الخيارات الوطنية لفخامة الرئيس من يحاول الإيقاع بين حزب الله والطيار الوطني الحرمين ظالم الثاني الطيار أم الحزب أم هناك من يريد للإثنين أن يظلموا بعضهم ويرتيح ويقول أنه أنا خدت بتاري هلأ وفرطت التحالف وعلقتهم ببعضهم للجميع وما أكثرهم المصادين بالماء حلو كير هذا السؤال وجريء ونحن على الوتي في كمان بيعطي حيوية أكثر للسؤال وللإيجابة الأستاذ ناصر شرارة بصحيفة الجمهورية بالأمس كتب مقال قارب فيه العلاقة بين الأصفر والبرتقالي وللأماني اللي بيقروا المقال بيلاقوا أنه فيه عدل وإنصاف بإلقاء التهم على الطرفين كلهم من وجهة نظره إذا افترضنا أنه نحن أمام أزمة حقيقية أنا برأي أنه نحن أمام حال التباين لأنه المعنى الاستراتيجي للعلاقة هو معنى راسخ لا فكاكة فيه وأنا هون يعني حتى نضوي على ورقة التفاهم لهي الجسر الحقيقي للعلاقة بين الطرفين أهمية ورقة التفاهم أنه هي فعليا روح الطائف لأنه سيئات الطائف الأساسية كانت أنه عبر عن موازين قوى عسكرية محلية وإقليمية في اللحظة التي أنتج فيها ومثل فقط أرار إنهاء الحرب الأهلية في ذاك الوقت أما ورقة التفاهم فهي إجت فعليا لتعب الفراغات ولترسم الخريطة لمرحلة ما بعد الطائف وهي دا عمر تصور أنه بإلى الالفين وستة لصار بينما الطائف أقر بالتسعة وتمانين وهي دا دليل قداش نحن كان عنا خغارات ما أدري يعبيها فعليا إلا وجود العامل السوري وإلا كانت بجت من أول لحظة بالتطبيق وبالممارسة هذه ورقة التفاهم عملت شغلتين أساسيتين سيد جوري الشغل الأولى أنها أمنت نوع من المتن السياسي سمحت للآخرين من الطوائف الأخرى ومن القوى السياسية الأخرى أن يأتوا ليشاركوا فيه وهذا دليل أنه بعدين صار في ورقة التفاهم مع القوات وفي نوع من التفاهم السياسي غير المعلن بين الطيار الوطني الحر وطيار المستقبل أما الأمر والمتطلب التاني والأهم أنها أمنت شراكي تحاكي الصراع مع العدو الإسرائيلي تحاكي المدى المسيحي الحيوي نحو عمق المشرق ولاحظ أن المسيحيين اضطهدوا من الأقليات ومن الأكثريات في المنطقة أول مضطهد للمسيحي كان الإسرائيلي وداخل فلسطين المحتلة وهذا أمر موجود وقائم حتى قبل الربيع العربي أما الأكثريات بكل أسف فهي فعلت ما فعلته بالمسيحيين في العراق وسوريا وفي دول أخرى وحتى الذي يجري في مصر منظر مؤلم وفي قمة الاضطهاد لهذا الوجود الذي هو جزء حضاري وتاريخي من منطقتنا هذه ورقة التفاهم بالنهاية هي ثابت استراتيجية أما بالجواب المباشر على السؤال صحيح أنه في تباين الآن بالسياسة حول مسألة الأنون وهذا أنا برأيي حتى الآن مشروع ومباح وإيجابي ويدفع ويحفز أكثر على التوصل إلى تفاهمات لكن الصحيح أيضا أن حزب الله مستهدف من قوى عالمية تقود الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت تقول واسيم لماذا دخل هذا العنوان بالقراءة والصحيح أيضا أنه يمكن في قوى داخلية لبنانية موجودة على الحلب السياسية قد تكون خلفية خياراتها ومقارباتها حاليا هي إيجاد شرخ بالعلاقة بين الطيار الوطن الحر وحزب الله أنا ما بدي يكون سيئ النية كل طرف سياسي يحق يدافع عن مصالحه يمكن الرئيس الحريري بشطارة سياسية تسجل لإله أو يمكن بحالة وهن وضعف عم بيعيشها عم بيحاول ينجز مع الطيار الوطن الحر ومع يعني العهد حالي مركبة من المصالح السياسية وغير السياسية وهو قد يكون مكلف أنا مني متأكد هون ومدفوع من قوى خارجية نحو الهدف الأكبر والأسمى وهو شرخ العلاقة بين حزب الله وبين الطيار الوطن الحر لأن الأمريكي بالذات أدرك منذ 2006 أن هذه العلاقة مكون مركزي في حالة التصدي والصمود لهذه المقاومة ولحالة التعايش والشراك في لبنان هل هناك من يقول داخل حزب الله وقواعد حزب الله أنه خياراتنا كانت خاطئة؟ يعني رغم أنه بعض الأقلام بالبلد يحاكيها شغف وشوق للوصول إلى هذا الاستنتاج لكن حزب الله بهدوء وباتزان وبإيمان بفخامة الرئيس وبعمق العلاقة مع الطيار الوطني الحر يضحك على هذه الطروحات وبالتالي يعني هي لازالت أمنيات ولا أعتقد أنها ستتحول إلى وقائع لا سماح الله العلاقة بعد انتخاب الرئيس الجمهوري العماد عون صارت بروتوكولية على مستوى الشخصين على مستوى الرئيس عون وسامحت السيد هلا أكيد أمنيا سامحت السيد ما في زور بعبدة وبروتوكوليا فخامة الرئيس أكيد ما بيزور هذه المعادلة هذه المعادلة صحيحة لكن السؤال هون المطروح هل قصة قانون الانتخاب هي بس السببب الأساسي يعني الكلام هون فيه ناس كمان اللي محبين اقتار أنه ليس السبب لوحي ضربة الشعيرات لموقف رسمي من رئيس الجمهورية على احتجاج على ضرب الأمريكي لسوريا واللي انطال فيها حسب الله كمان كما قال انزعاج من مرافقة وزير دفاع وقائد الجيش للحريري إلى الجنوب إلى النقورة اجتمع بعبدالأخير اللي صار والموقف يعني العتب والتباين اللي صار بين الوزير بسيل وشيخ نعيم آسم ووفد حزب الله هيدول كله سوا ما قالوا طعمة قدام قانون الانتخاب ولا في شي اللي عليها بأكثر من قانون الانتخاب وعم بيراكم خلاني نحكي بصراحة اولا بموضوع البروتوكول الرئيس عون لما كان بالرابية كان كتير من القوى والشخصيات والأطراف ويمكن أنا بحجمي الصغير كان إلي شرف مرتين أني زور الرئيس عون في الرابية قبل الرئاسي وكنت حس قديش ذهنه متوقد وحاضر للاستماع للأفكار والرؤى وسائل التقريب في اللحظات الصعبة يمكن صحيح أنه البروتوكول أوجد حول فخامة الرئيس واقع صعب يمكن مفيد أمنيا لكني أجزم أنه غير مفيد سياسيا وأنه في مصلحة لكل الناس بالتواصل مع فخامة الرئيس ونقل الأفكار لإله وتوسيع مجال الرؤية أمامه وتعدد الخيارات لكن بموضوع العلاقة مع سماحة السيد الوفد الربيعي الذي توجه ذاك الأحد من أربع أسابيع شكل بهذه الطريقة من وجهة نظري لكي يشكل تعويض لعدم قدرة سماحة السيد أمنيا على الصعود إلى بعبدة على الأقل بالتقييم الأمني باللحظة الحالية صحيح مع علمان تنشير أنه سماحة السيد زار رئيس الحود بظروف كانت مختلفة بس نحن عم نشير لأنه صارت الزيارة وحيدا صار قبل حرب تموز وهيدا بيقدرها سماحة السيد وفريقه الأمني الشخص عكل حال يمكن تسمح الزروف لاحقا إحنا بعدنا بأول العهد ما هذا نعمل أقول شيء والله أنا عم أشير لألة نعم الأمر الثاني أنه لأول مرة وفد سياسي لحزب الله بالحياة السياسية اللبنانية كلها يشكل من هذه الشخصيات الأربعة مجتمعة سمحت الشيخ نعيم آسم الحج إحسان خليل حج محمد رعد والحج وفق صفا أنا رؤيتي أنه هذا الرباع مجتمعا وفي إعلامي بإحدى الصحف المحلية قالت أنه هذا الرباع حينما يجتمع تهتز إسرائيل فهو اجتمع ليعوذ سياسيا عدم قدرة سمحت السيد أنه يطلع والحوار اللي صار على مدى ساعتين إلا عشر دقاي كان حوار إيجابي أستاذ جورج لم يحدث فعليا تصادم في اللقاء كان فيه تبادل لوجهات النظر تقدم لفخامة الرئيس ست أوانين انتخاب على أساس النسبية وكل منها يلبي مسألة انتخاب النواب المسيحيين بأصوات مسيحية ونعاش لم يتوصل مصر اتفاق مصر اتفاق وأيضا هذا عمر مصر اتفاق وصار فيه نوع من كلام بين كمان وجهة نظر متبينة صحيح والوزير الباسيل والشيخ نعيم قاسم وحتى الظوي هون الحديث بس اسمح لي نكمل أنا وياك بس شيء ما نطر اكتر الزميل لجوال بيونس في جلسة مجلس الوزراء بتوفينا بمجرياتها ومعطياتها الزميل لجوال يعطيك العافية شكرا جورج تفضلي كنت عم تحكي بعدك عن قانون الانتخاب خلينا نبدأ فيه قانون الانتخاب ليس موضوع هون على جدوى الأعمال هذه الجلسة المنعقدة في هذه الأثناء في السراي ولكن جورج قد يطرح من باب النقاش العام مثل العادة ببداية الجلسة قد يطرح بكلمة رئيس الحكومة سعد الحريري كيف في كلم ليفت لوزير الداخلين وهذا المشنوق قال هناك بحث بقانون الانتخاب ولكن لا نتيجة حتى الساعة كلام رئيس الجمهورية العماد مشهل عون مبارح عن تنيتش بعض المقاعد يعني ساعد بعض لتنيتش بعض المقاعد المسيحية كان حاضر هون من خلال أسئلة الصحفيين للوزراء قبل دخول إلى هذه الجلسة الوزير أنسو قال ردا على كلام رئيس الجمهورية وطبعا بسؤال لصحفيين قال فلنقل عن لغة الطائفية ونريد قانون غير طائفة أما وزير حزب الله محمد فنيش وهذا الأهم قال هذا هو رأي رئيس الجمهورية اكتفى بهذه العبارة هذا بالنسبة لقانون الانتخاب أيضا مدير مكتب رئيس سعد الحريري نادر الحريري وأثناء توجه إلى مكتبه هنا في السراء سألته الوتيفي ردا على سؤال للوتيفي عن سبب تغيب الوزير جبران بسيل عن الاجتماع الثلاثة يضموا مبارح إلى الوزير علي حسن خليل ونائب جورج عدوين قال أنه نحن على تنصيق دائم مع الوزير جبران بسيل وردا على سؤال عما إذا كانوا هني بيجوا أنه الوزير بسيل يعمل على صيغة جديدة مثل ما حكي ببعض الصحف تعتبد على النسبية مع 15 دائرة قال نادر الحريري لا علم لي بهذا الأمر علما أنه الوزير جبران بسيل حاولنا يعني أن نطرح على هذا السؤال طبعا لم يعلق على هذا الموضوع هذا بالنسبة لقانون الانتخاب وبالتالي لا شيء جديدا على هذا الصعيد بالنسبة لخطة الكهرباء أيضا هي غير مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء ولكن من المتوقع أن تطرح أيضا من خارج جدول الأعمال الكلام اللي فتكن لوزير التقوى الميه سيزار أبي خليل قال أنا أطبق إجراءات مجلس الوزراء وإذا كان البعض قد لحس إمضاؤه فهذه مشكلته وبالتالي التقرير لم يرفع بعد إلى مجلس الوزراء هذه المسألة غير مطروحة اليوم ولكن إذا أحب البعض أن يطرح من خارج جدول الأعمال فنحن جاهزون كما قال الوزير سيزار أبي خليل إشارة أيضا ليفتي جورج إلى أن وزراء القوات لم يتحدثوا عن موضوع خطة الكهرباء أثناء دخولهم إلى هذه الجلسة وبالتالي قد يطرحوا من خارج جدول الأعمال هذا أمر تحدده الساعات المقبلة ولكن هي غير مطروحة هنا على جدول الأعمال بالعودة إلى جدول الأعمال هذه الجلسة وجدول الأعمال العادي هناك أكثر من 100 بند وتحديدا 114 بند كلها بنود عادية بنود نقل اعتمادات وسفر وهيبيت هناك بحسب معلومات الو تي في بحسب معلومات الو تي في جارج بس إشارة إلى أنه مجلس الوزراء قد يعمد ويخصص مبلغ 250 ألف دولار إلى من يدلي أو من لديه معلومات عن المطرانين المخطوفين اليازجي وابراهيم هذه أبرز البنود اليوم على جدول الأعمال وبالتالي كلها بنود عادية جارج شكرا لك زميل جوال بيونس من مجلس الوزراء ما شاء الله ما شاء الله جلسة مهمة كتير بدك اللبنانية هلأ بفر وفر من الفرح جلسة موضوع أساسي ومصيري أنه الانتخاب ما في شي مش عجدوى العمال مجلس الوزراء والقضايا التانية كلهم سواها بس أهم شي نقل الاعتمادات وصفريات طبعا لأنه هيدا الأجاس بالحقيقة لأنه اللبنانية هلأ ما رح يناموا بالليل قبل ما يعرفوا إذا صار في نقل اعتمادات حرام لأنه في ناس في ناس مظلومين أستاذ جوري تتعلق على الكهرباء أيها موضوع تتعلق أنت أساسا ولا بتفع والله بتفع فمنيح أحيانا إذا كانت السرعة والتلبية والتفاعل مع حاجات الناس جيدة فهذا قد تكون يعني كلفته أعلى من السياء الطبيعي لكن إذا كان مجلس الوزراء راغب بأن يكون شريك في تحمل المسئولية مع الوزير المختص فخلينا نعتبر أنه هذا أمر إيجابي ولنحمل كل مجلس الوزراء مسئولية مناقشة الخطة ولو كان من حكومة سابقة في موافقة يعني ممكن أن نسهل العقد الحالي ومنروع هلا هي سيد دكتور بزي كانت مقبولة القصة بركة ومواحظات بس وقت تسمع ناس عم بيعطوا رأيهم بالكهرباء بدون ما سمي حدا بدون ما سمي حدا وقت تسمع ناس عم بيعطوا رأيهم بالكهرباء والنزاهة والشفافية والمحاربة الفساد ناس معينين بس تسمعون عم بيعطوا رأيهم بالكهرباء وغير الكهرباء يعني بالفعل بالفعل أنت بيقف شعر بدنك بالحقيقة من وراء هالناس اللي عم بيعطوك دروس في الشفافية وفي النزاهة وفي الحفاظ على المال العام بدون ما سميهم هللي بيعطوا حالهم والعالم تعرف حالهم هلأ صاروا كلهم حرسين على المال العام وما خلوا لبقوا فرانج بالبلد حتى الناس يصرفوه حتى يبقى فرانج أنا مش عم بيحكي عن كهرباء لا شغلت ولا بدي حكي أنا أربابة بيحكو بس الناس مقهورين أنه في ناس عم بيحكوا عن الكهرباء والشفافية والنزاهة وهن عملوا يسووا بمصريات البلد وبعدهم اللي هلأ عم بيعملوا يسووا وعم بيعطوك نظريات بالنزاهة يرووه شوية على العالم لأن الناس بتعرفهم بس لا أنا فسر رأي رأي اللي أبديته نابع أنا من إيماني أنه فخامة الرئيس هو اللي رسم الشفافية ومعايير المأسسي ودائما الخضوع بأي أمر إلو علاقة بالتلزيمات للمؤسسات المعنية بالرقابة أنه هذا هو المعيار الأساسي لنحنا من خلاله ومن وحيه نهتدي وبالتالي إذا مجلس الوزراء مجتمعا حابب أن يكون شريك وبدو يتجاوز مرحلة موافقة الحكومة الماضية خلينا ناخد السؤال مطروح ليه أن يؤوصوا على الوزير أبي خليل وما أن يؤوصوا على الرئيس الحريري الدعمه بأول الوزير أبي خليل واللي وقف بوجه رئيس حرير وقف بوجه وقال لهم أنه هذه الخطة منيحة وهذه الخطة ماشية كل الأصة هلأ على الوزير أبي خليل خيهجوا عن رئيس الحريري لا ما هو واضح تماما أنه يراد الرمي بالسياسي باتجاه معين علما أنه أنا برأيي معالم الشراكة بعنوان الكهرباء. انتبهي سيد جورج. وان رأيكون جريء. مش بس بالسياسة. قد يكون أيضا تحت الطاولة في علامات استفهام على الشراكة. لأنه يقال أحيانا أنه دولة إسرائيل وجدت لأجل جيش. أنا خوفان أن تكون خطة وضعت لأجل بواخر. خلينا نحن. عمالك شو جيب إسرائيل لكهرباء. لا أنا قلت أنه إسرائيل يقال عنا أن دولة وضعت لأجل جيش. وعم قول خطة وضعت لأجل بواخر منجزة. هيك بعض الإعلام بحاول يوحي. فخلي هذا الأمر يجلى. وبيبين وأن يظهر الحق. وأنه الظلم السياسي بالاستهداف لحكي حتى عنه. يبين أمام الرأي العام. ويظهر الظالم من المظلوم. بس. يلا. ونكمل نحن وياك. لأنه بدنا ناخد بريك. بنا نرد على الشعيرات. بس. بنا على الشعيرات. يلا. أوكي. منكمل نحن وياك. دكتور وسيل بزي. وبعد لبريك. أهلا بكم في حوار اليوم. وأهلا بالدكتور وسيل بزي. الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هل هناك انزعاج من العلاقة بين الرئيس الحريري والتيار الوطني الحر. تحديدا. بين الوزير جبران بسير وبين الرئيس الحريري. بين الرئيس الحريري وفخامة الرئيس عون. يعني فخامة الرئيس بيقول له تفضل عود كمل جلسة مجلس وزراء عني. وهي دي منا سابقة. صارت قبل بالعهود السابقة. صارت. أنه ما صارت كثير بس صارت. رئيس مئاتي كان عنده ملاحظات عليها وصار سجيل تويتري بيناتهم. في ملاحظات من الوزير جنبلات. نائب جنبلات مبارح بحديثه للأخبار. شو بقوله؟ مثل عم بيضبح بالقطني ضد الرئيس الحريري. أنه أنت وينك رايح؟ وينك رايح مع العونيين وهيدا؟. القوات البنانية رجعوا أنه نحن نتفاهم مواجس نائب جنبلات في نوع من جبهة بري القوات جنبلات مردة ومقابيل الحريري عون ما هيك وبالنص وقف حزب الله عم بيشوفهم وعم بيشوفهم وما عنده مشكلة بالتعامل مع اثنين. ما هيك ضابط الليقاع صار هلأ الحزب الله. عطيني رأيك بهذا الكلام اللي عبين حك. هلأ سيد جورج خلينا نتفا أنه في لعبة سياسية بالبلد وفي حسابات صغيرة باللعبة السياسية وفي أطراف بهمة تلاقي ثغرة على تصرف منافس لإله لتجرب تضوي عليه لتحسن هي وضعها. لذلك الرئيس مئاتي مثلا. لما عمل التغريدة الرئيس مئاتي بالنهاية زعيم موجود وحاضر بالطائف السنية استطلاعات الرأي عم تعطيه بترابلوس أعلى شعبي باللحظة الحالية. وبتعرف أنه في تاريخية من مرحلة ما بعد الطائف. لحبة تعليم بمسألة الحفاظ على مصالح الطائفة. وبالتالي أنا بوضع بها الإطار المشروح. أما الاستفافين اللي حكيت عنهم. أنا ما بدي روح وسلم أنه هؤلاء استفافين سياسيين. هذه تقاطعات أحياناً بتصرهاك. أحياناً بتصرهاك تبعاً للحظة السياسية وللمواضيع المطروحة. لكن أنا ما عندي شك أنه يعني العلاقة بين الرئيس عون والرئيس الحريري مطلوبة وضرورية لانتظام الدولة وسير عمل المؤسسات. أما الطلاق السياسي بين طيار المستقبل والطيار الوطني الحر بتصير مسألة تانية إلى علاقة بحسابات الأطراف. طبعاً أنا موافق أن القوات عم يقدروا من بعد ما فاتوا على الحكومة الحالية يظهروا موقفهم بشيء من الجدارة السياسية. خليني أعترفلون نماذجهم الوزارية إلى حد كبير عم تقدر تستهوي حتى ناس يختلفون معهم بالرأي. وعم بيقولوا أنه هني عم بكونوا حصيفين بتقديم دخولهم إلى معادلة الدولة والأداء الحكومة. ومن هالناس حزب الله. يعني على الأقل إحنا عم نقارب. لأنه القوات والرئيس بري علاقتهم طيبة أساساً. ومع الوزير جنبلات من قطعت. صحيح. التطور أنه حزب الله عم بيشوف مواضع إيجابية بيتصالح. أنا للأمانة عم بيحكي معايير عامي. مش أصدق أنه عبر عن وجهة. لا لا بأعرف ولا أنا. بس عم بقول أنه الجو إيجابي. أربعة أربعة أساساً جورج. بالوقت اللي الطيار والوزير بيسيل فيت بقوة بما يسمى معركة الشراكة واستعادة الحقوق. وهو أمر مهم. بتلاقيهن هني متنحيين بنوع من الخبث عن المشاركة بهذه المعركة. لا بس هب السياسي عم بيحكي أنا وهني. خليني أقول بالواقعي. لا وعم بيروحوا. هني شو يعملوا. على ظهر هذا الأمر عم بيروحوا. هني يعملوا حملة علاءات عامة. يوسعوا المدى الحيوي لحضور السياسي مع الأطراف الأخرى. ويشتغلوا ليل نهار للحفر تحت القاعدة الشعبية للطيار. رغم أنه أنا رأيي الشخصي وقناعتي. أنه هذا الطيار لهالأد تجذر بالنظال وهالأد ضحى وهالأد خطاب وطني وهالأد مقاوم. مش بسهولة ممكن أنك تغير أو تجذب أو تشلح شعبيته بهذا التبسيط اللي عم بتم التعاطي فيه. لكن فيه تموضعات سياسية ملفتي بإطار سؤالك أنا مسلم فيها وإن كنت أعتبرها آنية ولحظوية. واضح واضح. ليش الرئيس حريري بتعاد عن رئيس بره والنائب جمهوري؟ الرئيس الحريري حاطت قاعدة ثابتة لإله منذ ترقص الحكومة الحالية. أول قاعدة ثابتة ورسخة أنه لا يريد أن يختلف مع فخامة رئيس الجمهوري. هي واحد. وبالتالي كل ما يؤثر على هذه القاعدة هو عم بيجرب يتحمل مسؤولية الاستضامة. اثنين بخلافه مع الرئيس بره برأيي أنا الرئيس الحريري عم بيحاول يتلوى بالخلاف. يعني مش عم بيذهب بعيدا بتسعير عناصر الخلاف. علما أنه بموقفه من التمديد هو عمل إنعطافي بهذا الموقف. وفاجأ القوى السياسية كلها. أما السبب الثالث سيد جورج لي أنا برأيي هو الأهم هو أن الرئيس الحريري عنده واقع شعبي وسياسي ومالي وسلطوي وتنافسي وسعودي. لا يسمح له تحت أي ظرف أن يخلخ القواعد بقاءه على رأس الحكومة. علما أنه أنا برأيي الشخصي غير مضمون للرئيس الحريري أن يبقى رئيسا للحكومة بعد الانتخابات النيابية إذا لم يحصل الأكثرية المطلوبة. طيب ليش رئيس بره عم بيشغب على الرئيس الحريري. مثلا بالتعينات الأمنية. توقيف مخصصات لواء عثمان مدير عام قوى الأمن الداخل. ها أولا بعد مولا مرة صارتها. كنا بقصة أمن الدولي سلنا هلا بالأمن الداخلي. أنا عم بيحكي بش الرئيس بره دولة الرئيس بره مش هو اللي قال مرة مع الرئيس حريري ظالما أم مظلوما؟ ما هي؟ شو عدمها باللحظة؟ ليش عم تنقلي بالأوضاء؟ دايما إستاذ جورج أي موقف عم يخده أي طرف سياسي إلو علاقة باللحظة. ونحن بلد كل يوم في حراك سياسي. بل ظالما أم مظلوما مش باللحظة؟ لا حين قاله هاي لتدوم وتدوم؟ لا لما قاله ظالما أم مظلوما كانت من خلال عنوان كبير. تصور أن الرئيس الحريري. أنا بدي أقول لك السبب المباشر لموضوع أمن الدولي. مش أمن الدولي ولا أمن الداخلي؟ لا هلأ نحن أمن الداخلي. أمن الداخلي. في موقعين حساسين تاريخيا. منذ مرحلة ما بعد الطائف كل الحكومات التي تعاقبت. رئيس فصيلة الشمال الإقليمي في قوى الأمن الداخلي ومسؤول الأمن العسكري بفرع المعلومات. وهذا الأمر مثل تبه ما الرئيس الحريري عنده بأجهزة أخرى زباط. هذا واقع البلد وهذا واقع الدولة. محسوبين على حد فيه عين نائب الثاني لمدير المخابرات مثلا بالجيش دون أن يكون للرئيس الحريري رأي أو دالي. وهلأ هو العميد مخللاتي أو العائد مخللاتي لإجابة تعينات الأخيرة. وهذا الأمر ينسحب على كل الأجهزة الأمنية ببساطة شديدة. الرئيس برري ابن هذه اللعبة السياسية وعنصر مؤثر فيها وهو شريك مؤسس بمرحلة الطائف. لذلك من الطبيعي أستاذ جورج ألا يتهاون بما يعتبره. وانتبه هن هالبركزين الوحيدين اللي بالكاد يبين سياسيا فيهن الحضور الشيعي بمؤسسة قوى الأمن. عب نحكي هيك عب ننزل. يعني مش معقوش ومظلومين. هذا واقع الخطاب المؤسف بالبلد. بالفعل بالحقيقة كيف محيدين ومقصيين ومهمشين. نحن منعذر أنه أكبر ممثل لإلنا بمؤسسة الأمن العام عند اللواء إبراهيم. وينتي؟ لا. لذلك البلد كله بيك. لحن عنده نيوم. لحن عنده ممثلنا إندي حت اللي واضح. لا حبيب ألا أنا أكبر شرف. خليلي إياك. تيجي الراس اللواء إبراهيم. حبيب قلبنا وهيدي ما بدنا نزيد أكتر من هيك لأنه ربنا بيعرف المحبة. ها على جنب. بس خلينا بكوة الأمن الداخل. هلأ شو بدك رحت عن اللواء إبراهيم. كل شيء. أنا أعطت الأمن العام مثلك مؤسسي لأنه المعيار الوطني فيها هو الأعلى. والأمن العام واللواء إبراهيم خارج المنافس. خارج المنافس. ما ننبش على أشياء غيره حتى نقرنه. أنا اللي أقوله بموضوع العلاقة بين الرئيس بري والرئيس الحريري. يجا قال له ما بدي تمديد. طيب بكرة إذا نطلب فتح دورة استثنائية فخامة الرئيس ودورة الرئيس الحريري. كلام أنه رئيس بري ما عنده مشكلة. بس كمان بركي لهم أنه مرحبا. أنا ردي. كيف يرد هذا الشغل؟ إذا لاحظت لما. لأنه وصلنا رح ننص على 15 أيار و 31 أيار. يعني انتهى العقد العادي. لاحظ إستاذ جورج لما فخامة رئيس الجمهورية استعمل حقه الدستوري. بإيقاف عمل المجلس النيابي لمدة شهر. ردت فعل الرئيس بري يجي بعد ست دقائق تماما من بيان فخامة الرئيس. ومباشرة أعلن نقل موعد الجلسي من 15 نيسان ل15 أيار. وهذا الأمر كان فيه استجابة دستورية وسياسية. كيف يرفض؟ لا لحق فخامة الرئيس. ما فيه يرفض؟ لا أنا لو أريد أن يواصلك. أنه كمان لما أريد أن يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومي إلى فتح دورة استثنائية. اعتبارا من واحد إحزيران ما رح يرفض الرئيس بري لأنه رح يعتبر أنه هذا توسيع للمدى الحيوي لفرصة البحث عن أنون انتخاب ولبقاء أبواب الحوار مفتوحة حتى ما قبل عشرين إحزيران. أما مسألة أنه نتوصل أو لا نتوصل ماذا سيحدث بالأجندة وأي مخاطر ودرك أسفل سيتعرض إليه لبنان. أنا أتمنى أن لا نخوذ في هذه المتاهة ونبقي التركيز على أولوية الأمل بالتوصل إلى قانون. على الرأس عائية أساس. اللي بس ملامح ملامح. ما فينا نقعد بلا أنون. لأنه البديل عن الأنون أسوأ أسوأ بكثير. يعني أي أنون سيء بده يطلع. البديل عن عدم وجود قانون والتوصل إلى القانون سيكون أسوأ. بتوفقني؟ أكيد. لكن نحن الآن بين قانون ولو سيء وبين وضع مقبلين عليه لا سمح الله سيكون أسوأ. صحيح. لكن لأنه هل أد أمال الناس شاخصة. ولأنه اللحظة هل أد مصيرية. ولأنه وجود فخامة الرئيس ميشيل عون على رأس الرئاسي. هو فرصة تاريخية يجب أن لا تفوت. ولأنه المنطقة كلها رايحة نحو ما يسمى بتغيير أنظمة. والبعض عم يطرح مشاريع فيدرالية وكون فيدرالية في بعض الدول. ولأنه نحن وحدتنا كلبنانيين أحد أهم عنوين تصليبة وتقويتها. قويتها أستاذ جورج هي أن نتوصل إلى أنون انتخاب ينقلنا. ما هو ما هو أستاذ. ثلاثة عناصر جريحة جدا أنا. أول شيء النسبي متفق عليها كعامل نهائي وحاضر بالأنون. أولا. أثنين الدوائر الموسعة التي قد تكبر أو تظهر. ما راح نختلف. بنا 13 و15 يمكن الرئيس الحريري عنده عئدي مع اسم مشروع حكومة الرئيس مياتي. بدوا يعملوا عليه تعديلين بس حتى يتخلص من التسمية يمكن هيدا. العنوان الثالث الصوت التفضيلي والذي يفضل أن يكون على أساس دوائر بوسعة وقال لا يكون طائفية. هيدا العناصر الثلاثة إذا ربطت بمجلس الشيوخ بيكون من منيح وإذا ما ربطت بمجلس الشيوخ فلتكن هي الحد الأدنى المتفاهم عليه. خاصة أنه أصلا فخامة الرئيس عون بعشرات المواقف بالماضي هو كان المدافع الأول عن النسبية كخيار. وبالتالي نحن كلبنانيين عنا أمال. ورقة التفاهم كمان بين الطيار وبين حزب الله. نصد بوضوء على هذا الأمر. صحيح. لكن بارع فخامة الرئيس يحكي عن التأهيل. ما في مشكلة. يعني هو. ما حدا بيفوت بين سامحة السيد وبين فخامة الرئيس. صحيح. ما حدا بيفوت بيناتهم لا سامح الله. لكن عم بقول أنه التصويت عمل نوع من جدلية. مسألة تبقيها. وقصة التأهيلة هلنا عم تعمل إشكالية. ما هيك؟ نحن. نحن بيقول الحزب الله وحركة أمل وكل الناس اللي كانوا في هذا المشروع. بيقولوا أنه يا تيار وطني حر يا فخامة الرئيس حضرتكم. فخامتكم أول الدعي للنسبية. شو عدا ما بدأ؟ بيردوا عليهم التيار يا جماعة دولة الرئيس بري. كان أول الذين ادعوا للتأهيلة. شو عدا ما بدأ؟ هون ما بدأوا تأهيلة. وهون ما بدأوا النسبية. على رأسه وعين. شو بدك تعمل قاسم مشترك بتقدر تخفف الاحتقان. لأن المشكلة اللي صاير بالبلد هلأ وللأسف الشديد صاير بين أصدقاء وإخوه وحلفاء. أنه أنت متصور رح تصير المشكلة بين حزب الله والطيار الوطني الحر والاعدين الباقيين عم يتفرشوا عليهم. هذه الشغلة المؤلمة واللي عم تحس بنفس الناس اللي بحبوا هالطرفين. يلي تفاهمهم أوصل البلد إلى ما وصل إلىه من وحده وتضامن وكرامة للناس اللي عم يتأملوا هلأ أنه يكملوا فيها. صحيح. طيب كيف بدك تعمل قواسي مشتركة؟ أنا يعني إجابتي أول شيء صحيح مثل ما قلنا ببداية الحلقة أنه قد يكون هناك تميزات. لكن بمسألة التصويت خلينا نحسن مسألة التصويت. صحيح أنه فخامة الرئيس من موقعه الدستوري وهو ضامن للدستور وهو الحكم بين اللبنانيين. من الطبيعي أن يدافع عن التصويت كخيار ديمقراطي قد نص عليه الدستور. صحيح. لكن سمحت السيد بالمقابل من موقعه الحريص على وحدة البلاد وعم يتعاطى مع المسألة من خلال المكونات عدم إلغاء أحد عدم إشعار أحد بالقهر. الوزير أبو فعور راح لعند الرئيس الحريري قال له بخيارك هذا تؤسس في الجبل لحرب أهلية جديدة بين المسيحيين والدروز. أنا عم بعطيك نموذج. بس سؤال. بقى محبتنا للنائب وليد جمبلات واحترامنا لقاله من دون ما نصب الزيت على النار. ليه بدأ تكون حرب لا سمح الله ألف مرة؟ لأنه إذا ما كان القانون على زوء وليد جمبلات هو الحرب كيف هذا؟ أنا ما بدي فسر أستاذ جوري بس أنا بدي أقول وجهة نظري. وجهة نظري بالأمر. أنا بهمني يعرف ليه حكي هذا الحكي. أنا برأيي الشخصي لأنه حينما نذهب إلى التصويت ونشعر أن مكونا بكامله قد قهر بالذي أقر. ولأنه هلأدل كل ناظر الله مصيرية وجودية بنكون عم نترك بالنفوس ضغائن والنار مشتعلة حولنا ومنطق الأقل والأكثر يسائد بالخطاب بالبلد وخارج البلد. فنحن منعتبر أنه التوافق على الحد الأدنى وتقديم التنازلات وانتبه صارت الفروقات بين الأطراف كتير بسيطة إسر الجوري. وأنا برأيي مش صحيح أنه التأهيل هو مقابل النسبية. التأهيل سميها فخامة الرئيس بما وزع عنه بالأمس إنها ضابط. نوع من الضوابط التي تستخدم في إطار النسبية لكن النسبية هي إطار أكبر وأوسع وأهم. لذلك أنا لازلت أؤمن وأراهن أنه القواسم المشتركة بين الأطراف انتبه والرئيس الحريري هون أخذ موقف فاجأ فيه الطيار الوطني الحر. كنت أنت عم تحكي أنه فاجأ الرئيس بقبوله للنسبية فاجأ الطيار الوطني الحر. كان يقوله الأكترية مقابل نظام الأكترية مقابل السلاح بس يروح السلاح بنقبل بالنسبية. عظيم. بعده السلاح وفاتت النسبية. هيدا دليل. طب وليد جملات شو كان معلوم. دكتور بازي من شهر على الأد من شهر نائب وليد جملات وكل الأساتذي والوزراء اللي معاهم. ما حدا يحكينا بالنسبية وما حدا يجيب سيرة النسبية. ما هيك؟ ووه حدا يجيب سيرة النسبية. طب هلأ وكان احنا بنقبل بالنسبية. القبول بالنسبية اللي بدوا إياه حزب الله وعدم القبول بالتأهيل اللي ممكن الاتفاق عليه أو عدم الاتفاق عليه. نحن ما رح نعملوا شو بقولوا؟ لا سمح الله لا كلام منزل وبذات الوقت لا مش قميس عثمان. طيب هلأ بس اللي مبين هلأ أنه حزب الله عطى العصمي حطله إياها بإيده لو وليد جملات. مع أنه حزب الله من جهر كما كان عم بيقول في بعض الرؤوس المنتفقة لازم تتنفس وبعض الأحجام المتورمة لازم ترجع لحجمه. ما هيك؟ مش عم بيحكي عن الطيارة الوطن الحرقين هون. أكيد. أطيني جوال. خليني وضح نقطتين هون. أول شيء أنه شغلي جيدة أنه كانوا يقولوا لا نسبية مقابل السلاح. نازلوا عن هذا الشعار وقبلوا بالنسبية. ليش؟ لأنه هن من الأساس كانوا عارفين أنه هذا اللي كانوا عم يرفعوه هو الشعار وليس واقع. هو جزء من خطاب سياسي إلو علاقة باللحظة واللحظة قد تغيرت والمصالح قد تغيرت والرئيس الحريري رجع رئيس حكومي. فهي واحد. وطموحه يبقى. وطموحه يبقى. وقلت لك بقاءه غير مضمون ربطا بنتاج الانتخابات وتأمينه للأكثرية. ثلاثة بموضوع النائب جنبلات. يعني رغم كل المسار الكلامي الصاعد والهابط بينه وبن الحزب على مدى سنوات طويلة. فيه كثير عبارات استخدمت أأسى منها. بمبعض وتم تجاوزها لأنه فيه أرض صلبة لطلاق المكونات الروحية يجب أن نستفيد منها للتجسير على المشترك وأن ننبذ العناصر الخلافية جانبا قدر الإمكان. ونعتبر موافقته عن نسبية أمر إيجابي. هل هذا بيعني أنه بقاء الرئيس الحريري رئيسا لسنين عديدة يا سيد بالمستقبل. مش بس بهذا العهد ما هيك ست سنين بقاءه يستند إلى القبول بالنسبية أولا. يعني منرضي حزب الله منرضي الشيعة كمانا بستعمل تعبير طائفية لكن بيصدق من دون تكون صريحين. وبذات الوقت العليقة الطيبة مع فخامة الرئيس عون. هذا يعني هلأ الرئيس الحريري كما يذكر ويقرأ ويحلل عم بيلعب دور محوري بهذه المرحلة. صحيح هذا الكلام؟ عم بيلعب دور شخ الصلح إذا بدك. شخ الصلح؟ شخ الصلح. هلأ هيدا؟ بس المصلح له تلتين. هلأ هلأ. المصلح له تلتين قتل. إن شاء الله ما تطلعش النتيجة هيك. إن شاء الله ما تطلعش هيك. على كل أنت يلا طلعت فطين بالتفسير الإضافي للفكرة يعني. لا عم نمضع. هون استاذ الرئيس الحريري. هون استاذ جورجي المسألة وين. إنه هو بقراءته لمصالحه وتشخيصه لإله ولحقيقة وقعه السياسة الداخلية والخارجية ضاقت أمامه الخيارات. وأنا برأيي هو طلع كتير مرن وزكي وعرف يشتغل بالسياسة لما تموضع بالموقع اللي أنت وصفته قبل شوي. وهي عم يجني ثمار على أمل أن تكون هذه الثمار بالسياسة أن تكون في إطار تحصين الدولة وليس بإطار لعبة مغانم ومكاسب تريد أن تنهب من الدولة لصالح تعويض واقع معين هو عم بعيشه. أنا لا سمح الله عم بفترض هذا الأمر افتراضا ومش بدي يعتبروا أنه أمر حاصل. طيب جمبلات للأخبار مبارح تلام القوات متميز عن التيار وهذا ما أكده لي عدوان. حلف بين التيار والمستقبل لا يستهدفنا لكنه يضعنا خارجا. لابد من الحركة التصحية التي قمنا بها. شو هي حركة التصحية التي قاموا بها؟ هلأ هو يمكن تفسيري أنا أنه هاي الحركة التصحية هو إنزياحه باتجاه الثناء الشيعي. وابتعاده عن المستقبل مثل ما أنا عم بفهمها. وابتعاده عن المستقبل وهذا قد يكون مقدمي إلى إعادة تموضع استراتيجي خارج التفاصيل المحلية. لأنه هلأ أنت قلت لي عن قصة سوريا والإخوان السوريين. وانت عارف الآن أنه في قوات أمريكية وبريطانية تتحرك جنوب سوريا. وفي حديث عن مناطق عازلة وما قد تتعرض له منطقة السويدة ودروز سوريا. هذه كلها مخاطر محيطة إسا جورج. هو المهم أنه ما يكون في حدا عم براهن باللعب الداخلية بالبلد على دونالد ترامب. كرجل يحمل متغيرات ويسعى لتغيير قواعد اللعبة عبر استهداف المقاومة وحلف المقاومة في المنطقة. على الرأسي. ولكن دعني أقول شغلي استخلاصا واستنتاجا كلها التطورات التي نحن نعيشها. عدوان إسرائيلي محتمل. عدوان أمريكي غربي تحالف دولي كمان محتمل. عقوبات جاية. توترات في المنطقة. المناطق الأمنة أو مناطق تخفيف التوتر كما سميت. بسوريا تقسيم أم تقاسم بعد ما أحدها نعرف. وما هذا وكله سوى. حزب الله يقولون يا شباب أنا كثير ريئة معي. أنا كثير هلأ مرتاح. يلا تنعموا الانتخابات في لبنان أو نحن من أيد. ما ليه؟ خلينا نطرح الأمور من هذه الزاوية. حزب الله باله بالانتخابات هلأ. يقدر يكرس مجهود سياسي أمني حزبي الشباب الحزب لانتخابات. بالوقت يقول لي كل عيونه وطاقاته وشغله كله سوى مكرس. هلأ للهجم اللي جاي عليه؟ أنا برأيي تضحيات الحزب الكبيرة. وهذا العدد الكبير جدا من الشهداء والجرحى. وهذا الحضور في ساحات القتال بوجه الإرهاب بسوريا. بالنسبة للحزب واحد من ثماره لهذا الدم هو أن ننتقل بلبنان من قنطرة إلى قنطرة. أن ينتقل لبنان من حال تعيش الخطر ومؤسساته متآكلة إلى حال صلبة متماسكة فيها حياة سياسية حقيقية. فيها شراكة حقيقية. لذلك الحزب طموحه الانتخابات على أساس النسبي. حتى لو تفجر الوضع الأقليمي. انتبه كواحد من ثمار هذه الحزب أول شيء بموضوع الحرب مع إسرائيل. خليني علق لك سريعا عن اللي قلته. من موجود عندهم بقراءتهم وتأديرهم أنه خطر الحرب جاثم وقائم. وإن كانوا حذرين ومستعدين. معظم. اتنين بموضوع العقوبات. فخامت الرئيس ميشيل عون قدام التاسك فورس. وبمعلومات أنا سمعتها عن لسانه أنه من خايف من موضوع العقوبات. وأنه الموضوع عم يتكبر وعم يتهول فيه. وأنه نحن قادرين نتجاوز هذا القزين. هذا الأمر الثاني. بموضوع سوريا والمعرك اللي دائري. طبعا مسألة الجنوب السوري وما يجري في البادي خطير. وأجندة ترامب لمحاولة ضرب النبت الأينع. والأكثر تجسيدا عن حضور الثورة الإيرانية لهو حزب الله ووجوده بالساحات. قد يكون هذا بشكل خطر وحذر علينا بالمرحلة الأدمية. لكن أنا بطمناك أستاذ جورج. الإيرانيون هم أسياد البر. سيكتشف العالم أنه قد تكون الولايات المتحدة قوية بالطمهوك. والروس قوية بالسخوي 35. أما الميدان البري في كل ساحات الاشتباك. من غزة إلى العراق إلى سوريا إلى أي موقع. وين غزة يا دكتور بزة؟ مش هلأ أعلن عن وثيئة. أنا أأكد لك رغم ما. ولغم حماس راحت واعترفت بإسرائيل. صحيح. مين عم يدعمه الإيرانية بعد؟ لاك لاك. كل واحد يدعمه بين قلب عليهم. أنا أتعمت أعطي هذا المثل لإلك أنه حتى مع هذا الإعلان الإيراني حاضر وموجود وله كلمة هناك. كيف بده يتعامل مع حماس اللي هلأ ما اعترفه بإسرائيل؟ لا. هذه مسألة. ولا واعترفت بال67 يعني في دولة إسرائيل ودولة تماما. هذا اللي صار موضوع تاني بالسياسي طبعا. كيف هيدا؟ لا هلأ راح يكون لهم موقف منه؟ حضرتك عم تفصل بالسياسي وبين لهذا جامعة الوسيئة السياسية تبعيتهم عملوا مثل منظمة التحرير الفلسطينية أيام ياسر عرفات. قال لهم كدوك يعني وسيئة منظمة التحرير رمي إسرائيل بالبحر وهيدا كدوك وكأنها لم تكن. هلأ الشباب كدوك. خليني يوضح لك بشكل سريع. يلا خلصوا. هني أصلا لما كان أبو مازن عامل السلطة وعامل أوسلو. كانوا هني عم يتعاطوا مع كتائب شهداء الأقصى بقلب حركة فاتح. وعم يستثمروا على الخيار المقاوم بقلب فاتح. لذلك حتى لو ذهبت حماس بالسياسة إلى هذا الخيار هذا لا ينفي أن لحماس ولغير حماس مقاومين في غزة تدعمهم المقاومة ويدعمهم حزب الله وتدعمه إيران. وانتقلت الإيراني أمراء البر أو أحرام ملوك البر. أسياد البر. طب وين جيش السوري؟ لا أنا عم بيحكي عن استهداف ترامب لمحور المقاومة. بالعكس الجيش السوري بقلب هيدا المشهد لأسياد البر. أنا عم بيحكي إيران أنها القوة الإقليمية الرافعة لهذا المحور وهي حتى الآن العصية على الكسر والعصية على الاستدراج إلى مواجهة غير محسوبة في الزمان والمكان. وإلا هذا لا ينفي لإنت تفضلت فيه عن الجيش السوري وعن حزب الله كشركاء طبيعيين لإيران في حلف المقاومة. طيب أنا خلصت حلقتنا بس بدي أعمل خلاصة. يعني فيه أنون انتخاب برأيك أنون المئاتي بعد تغيير اسمه لمراعاة رئيس الحريري. أنا برأيي فيه أنون انتخاب حبل عشرين حزيرة. 15 دائرة بيمشي الحار. ممكن يصبح تغيير بالدوائر نعم. طيب عزين موضوع العلاقة بين التيار الوطن الحر وحزب الله علاقة متينة وعلاقة لا فكاكة فيها ولا أحد يمكن أن يؤثر عليها برغم التبينات. والهنات الصغيرة من هنا. وبرغم بعض الأحلام التي تدغدغ بعض الأقلام. أضغاط أحلام. صحيح. أضغاط. طيب. شغلة الثالثة. العلاقة بين المكونات اللبنانية هي من ضمن إعادة تموضع وتكتيك. يخدم مصالح كل واحدة من دون الوصول إلى لا سمح الله انفجار للوضع أو توتر على الأرض. إن شاء الله. طيب. كلميا عقوبات يعني العقوبات ليست خطيرة. والحرب مستبعدة حاليا. والحرب مستبعدة حاليا. وموازين القوى هي على الأرض السورية. واستحقاق زيارة ترامب للسعودية والإسرائيل. يحمل معه حقيقة الأجندة الأمريكية إذا كانت موجودة لمنطقتنا. علما أنه أنا عندي شكوك أنه عنده ترامب أجندة حتى الآن. صحيح. صحيح. شكرا لك. شكرا لك. وسين بزي. أهلا وسعلا فيك. مجددا. شكرا. مشاهدين الكرام. شكرا لكم. الله معكم. شكرا لكم.